قال وعمل الصوفية ليس بسند في الحل والحرمة أما يكفيهم أن نعذرهم ولا نلومهم نفوض أمرهم إلى الله من اللي قال هيك قال عم يلقوا الكلام عن الإمام ضياء الدين الشامي فعم يقول لا هذا الإمام ضياء الدين الشامي عم يقول هدوني بأول الكلام قال هذا داخل رأس الصوفية داخل بالله والغناء واللعب المحرم واللي بوصل صاحبه للكفر هلأ عم ينقل عن الإمام ضياء الدين الهمام ضياء الدين الشامي أن عمل الصوفية يعني هو هيك بس حنحطهنا على جنب أمرهم لأله ليش عم يتميز إذا كان حرام حرام على الكل وإذا كان حلال حلال على الكل ما بيصير تميز طبعا هذا ليس برقص أصلا وهذا هدفه غير هدف الرقص العادي والإنشاد غير الغناء حتى لو سميته المساميات ما بتهم نسميت الغناء إنشاد ونسميت الإنشاد غناء اللي بيقوم في مدح الله ومدح رسوله والصالحين هذا أمر هذا أمر يا أخي جائز وهذا من دوب وجمع الناس وتحبيب الناس في الله عز وجل والمعتبر هنا قوله الإمام أبي حنيفة والإمام أبي يوسف يوسف والإمام محمد بن الحسن رحمهم الله لا عمل الشبلي وأبو الحسين النوري يا أخي الشبلي وأبو حسين النوري من أئمة أئمة الصوفية في السلاف الصالح وكانوا يرؤسوا وكانوا يسمعوا وكانوا يسمعوا غناء حتى بس يحولوا الكلمات شوفوا اسمعوا قصصهم في قصص كتب كثيرة في قصص الإمام الشبلي أني ما كانوا من العلماء كانوا من الصوفية والحسين النوري والكلبازي وكذا كانوا كانوا يسمعوا الغناء العادي يبكوا ويحبوا يسمعوا الغناء والعود لأنه بيحرك القلوب بس مع المديح والكذا أحيانا يصادفوا أيام بغداد وقصص كثيرة يصادفوا رقاصة ومدري إيش عادي بالطريقة عم تغني والدق بالعود وكذا يقعد يوقف يسمع حب حبك وبموت فيك ومدري إيش وكلام حب وغرام وأشعار حب على طريقة ابن الفارد رضي الله عنه يوم يقعد يقعد يضرب حاله ويبكي ويقعد حطيت الإيد وين على الجرح هني عم تغني لحبيبة هو عم يغني لحبيبة على بلدي المحبوب والديني كل واحد عنده محبوب واحد محبوب والنبي عليه الصلاة والسلام بيبكي لما بيسمعها هاي الغنية وواحد محبوبته بحلب صلوا سنتين ثلاثة تاركا قاعد باستنبول ما عم ينام الليل عم يسمعها الغنية بيبكي عم يستنى يروح لعد محبوبته بالحلال والحرام ما اختلفنا أمر تاني احني لكن كل واحد قال بيغني على ليله يا ليل يا ليل مين ليلي ولا ليل الله ولا ليل فلانة ولا ليل فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها طريقة لهاجروا لأوروبا فهجرته إلى ما هاجر إلي